يعطيك العافية عبد العزيز ووصل سلامنا لابونورة الله يعافيك حمود كلكم واحد انت وسامي الله يعطيكم العافية ابونورة حمود الفائز مذيعنا يوصل لك السلام وحقيقة الله يسعدك حقيقة يعني تواجدك ومشاركتك وأيضا تواجدك معنا في شاشة الMBC هذا شرف كبير لنا الله يخليك شارك مقدارك طول لي بعمرك محمد عبدو انت أول من وقف فنان العرب على مسرح عكاظ هذا المسرح الكبير اللي يعكس عراق وتاريخ كبير للمملكة العربية السعودية ولأرض المملكة العربية السعودية ايش شعورك اليوم وانت داخل على هالجمهور وانت تعرف هذا الجمهور طبعا هذا الامتداد الحضاري الكبير احنا نحمد الله اننا عشنا وشوفنا وعشنا وطلعنا على على صخرة العكاظ مثل الاوائل اللي لهم صدع عظيم جدا في الحضارة والحمد الله نحن بلدنا اليوم في ضل التنوير الجديد انه نحن لحقنا ان نحن نطلع على هذا المسرح العظيم ابو نورة انت جزء لا يتجزأ من هذه الحضارة الحضارة المملكة العربية السعودية بما قدمت خلال مسيرتك الفنية الكبيرة فنان العرب مجموعة انسان كثير من الاغاني الجميلة لدائما ما يعني يرددها الشعب السعودي ويعرفها تماما انت احد الناس اللي الناس كلها تعرفك يعني كويس فانت ايش شعورك وانت تجد هذا الصدى الكبير في هذا الجمهور يعني اه اني اكون في وجدانهم وفي ذاكرتهم وطائقتهم شيء يعني يفرحن جدا وهذا اللي كنت الهدف اللي كنت بسع إليه انه ارفع من مستوى الفنان والفن في البلد وعرف انه لدينا ما شاء الله تبارك الله زخم كبير جدا من الفنون التي تستحق انها تقف مع اكبر بلد موجودة في الحضارة العربية رفعت ايضا ذائقة المستمع السعودي شكرا جزيلا لك فنان العرب شرفتنا ونورتنا يا ابو نورة تسلم ايضا